هل ممكن نقول انه هلال ظلم في نهاية 87 بقيادة الحكم لراشد الظلاه للمصري في القاهرة وفي حضور الرئيس حسن مبارك هتكلم في هذه النقطة تحديدا وكمان عندي موضوعين كده سريعين هقولوليكم في البداية اول حاجة لايك ما تنساوا تشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فنتاكتك عالمي ومحلي المحلي حنبدأه بكورونا في الانديا نتكلم عن انه في عقلية سودانية لسه بتتناول موضوع الكورونا بشيء من الاستخفاف وده الحي خلينا نعطل حياتنا اكتر واكتر في الفترة الجاية وانا مستغرب في انه كيف ادارات زي ادارات المريخ والهلال الخرطوم وطني توتي كيف تسمح لانه اللاعبين اساسا يدخل الملعب ويتكون في عملية بتاع التجمع من غير ما يكون في اي فحوصات فانت شايف العالم كله كان موقف عشان الكورونا النقطة التانية اللي هتكلم فيها هي ملفة تدريب في نادي المريخ اعتزروا لخشارم وحليل المسلم في الخرطوم يعني بين دو وبين دا في نقطة صغيرة جدا ممكن نقوله ليكون خشارم كان قرار فردي من سوداكال في انه ما عايز المسلمي نسبة للواقع القديمة البيناتهم تتكلم عن انه المجلس كله كان موافق على انه او كان معطرد على خشارم في نفس الوقت كانوا مرحبين جدا بفكرة المسلم يكون في الخرطوم ايا كان المدربين نتمنى ان يكون في استقرار اداري في المريخ ادعم عملية المدرب ينجح والاستقرار يكون على مستوى النتائج في العملية الفنية في الفريق والفريق يتقدم لقدام اما موضوعنا الاساسي لهذه الحلقة هو موضوع انه في ظلم على مستوى الاتحاد الافريقي ومسألة رشوة الحكام سناخذ نقطة الهلال السوداني في نهاية 87 كتحليل من استوديو مصري في البداية انا خلوني اخذ الفيديو بتاع فاروق جعفر اللي اعترف بيه بلسانه انه الحكام في افريقيا لما نيجي لقاهرة لكل الاندية في مصر بيجيوا يقعدوا على طلباته وزي يقولوا طلباتكم شنو عايزين جون ولا عايزين طرد خلونا نسمع الفيديو ونجر عين نكمل عشان نخلصي البرنامج زي ما كان يجيب الحكام في البطولات الافريقية لنا والاندية تانية مشيحنا بس ونقعد مع الحاكم ما نكتبعد مع الحاكم ككابتل الحاكم يقول لي عايز ضرب الجزاء ولا تطرد العيد ومعايا الادارة ومعايا مدير الكورة ومعايا مدير اداري عاديين معايا اختار ايه الاجتماع اللي هو بتاع المباراة الاجتماع الفني فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بعد فهو الحاكم يقول لي مباراة مثل في مصر فيها مثل خمسين سبتين سبعين تمانين الف متفارق بيتفرجوا فانا بعد اتكلم مع الحاكم يقول لي الحاكم يقول لي انتوا العايزين ضرب الجزاء نديكه ضرب الجزاء مش عارفه بس ما يبقى العدي ربع ساعة الاولانية ما بقاش من بدري اعتقد انه ما في اعتراف اكبر من كده في انه كابتن زي فاروق جعفر كابتن لنادي الزمالك مدرن لنادي الزمالك لاعب للمنتخب المصري بالتأكيد وكلامه على فكرة ما كان حكرا على الزمالك كلامه كان على برضو قال في اندية تانية وارج جدا يكون الاهلي وارج جدا يكون الاسماعيلي وارج جدا يعني العملية مرتبطة بانه كل الاندية المصري اللي كانت بتشارك في الفترة اللي هو كان اللي هو كان لاعب فيها عن المستوى الافريقي كلها الموضوضة هي داخل فيه فانت بتتكلم عن فترة بالتأكيد سبعة وتمانين الحاجة التانية المهمة جدا تعالوا شوف الهدف بتاع وليد طاشين الهدف اللي هو مفروض كان اللي هو مسار جدل كبير جدا بان يسمي لنا في السودان باعتبر انه كان هدف صحيح مية المية وكان مفروض يغير مسار المباراة خلونا شوف الهدف نجير عيه عشانت كان كده نقاطة بالتحدي الافريقي في بعديل النتيجة على فكرة لا راش محمد ده كابتن من المغرب على فكرة انا عايز اقول لك كابتن متحط انا عايز اقول لك السودان بكرة هتتكلم عن الموضوع ده كله عشان تبعانف بص يا كابتن راجل رايح من ظهر ده الفاول من من اللي معاه ده ولا فيها فاول ولا فيها اي حاجة ده اللي بظهر ده اللي بظهر محمود صالح اللي رايح يجيب قوت لا حتى اللي في ظهر ما عملش حاجة ولا اللي قدام ما عملش حاجة نقول سليم نقول لي هنا ما فيش فاول اوكي نقول كالسليم بينك وبين نفسك كيت الهدف اللي انت شفتوا ده الهدف ده وفصيد هنهو فاول محنته علاقة بإنه يكون في خطأ في الملعب بالمرة حتى الحكم ذات وقال لك بتاع الراية ما كان رافع الراية نسبة اللي انه في لعبين كانوا قداموا موجودين كان في النهاية ذاتكلم عنه انه حكم الراية ما كان رافع لا فاول ولا وفصايل الحكم لوحده كان لا راش جاء يتعامل مع انه يكون فاول ولا حتى الراية اللي هو الرافعة اللي هو رافعة لتحسها فاول لتحسها انها وفصايل ما يعني حاجة كده بس حسنه بس هو خطأ هنا خلاص نحن عايزينه خطأ هنا فشيء غريب جدا صراحة وشيء يعني يدعو لانه مفروض الاتحاد الافريقي يعني ينضف اكتر من كده ينضف اكتر وتكون فيه ترتيب اكتر على فكرة حتى لما انجل فار في الفترة الاخيرة لقينا انه مثلا على مستوى البطولة الافريقية اعتقد انه كان بين الترجي والاهلي انه اللاعب وليد ازاره كان قطع القميص بتاعه عشان يوهم الحكم انه جروه في جوه قطع 18 لدرجة انه القميص تقطع وبرضه جاءت في الفار فبرضه يجيك برضه يجيك الاحساس انه برضه الاتحاد الافريقي لسه فيه اللعب ولسه فيه الكلام الكتير ويمكن على فكرة ما ما بنظلم الاندية الممكن تكون كبير اي نادي ممكن يكون صوته على الاتحاد الافريقي اكبر مش هو حيظلم لكن حيقدموا له القربان بتاع التقرب اهلي زمالك ترجي غير فالعملية في الاتحاد الافريقي اعتقد انها ما ماشا بالمستوى اللي بيخليك انت تضمن الشفافية في المواجهات يبقى انه مفروض زي الاتحاد الافريقي نشوف انه فعلا بياخد خطوة ايجابية في انه فعلا التحقيم يكون فعلا سند ويكون فير في كل مواقفه في المباريات اللي بتكون كبيرة على مستواه فدي كانت مكرويتي لحلقة اليوم ما تنسوا تكتبوا اراكم في الكومنتات اسفل هذا الفيديو كل زرعين التعليق ممكن نكتبوا على الرحب والسعة بكل التعليقات الموجودة تختلف او تتفق وكمان في نفس الوقت ما تنسوا اللايك لحلقة والسبسكرايب والشير لهذا الفيديو واختراحاتكم شنون لحلقات جاية شكرا لكم كتير الى اللقاء